الحمد لله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أردت أن أتكلم في هذه العجالة عن نقطتين بالنسبة لمسألة السحر المدفون لما رأيت من أحد الرقات الذين يدعون الاجتهاد وما هم ببعيدين عن الخزعبلات والتجارب والبدعيات يجول ويصول في مجال الرقية ويتكلم فيها بما يحل له بدون علم وبدون أدلة شرعية ويظن نفسه كما قيل عنه بأنه ملك الرقات وأنه عالم الرقات وفي الحقيقة هو ليس له علم في الرقية بل دخيل على الرقية والذي رفع من شأنه هو أولئك العوامل الذين يشجعونه بجهلهم لأنهم يجهلون لنا أحكام الرقية الشرعية من الكتاب والسنة ومن ثتاوى الأئمة فقد رأيت له مقطع هذا ربيع نعيم هذا مشهور ومعروف ربيع نعيم رأيت له مقطع يتكلم فيه عن كيفية إبطال السحر في القبر دون معرفة مكاني أو مكان التواجد يعني المقطع بعنوان كيف يبطل السحر في القبر دون معرفة مكان تواجد ومقطع آخر هل السحر المدفون يبطل دون استخراجه فأجاب بأجوبة لا أساس لها من الصحة وليس لها صلة بالأدلة الشرعية ولا بالرقية الشرعية ففي المقطع الأول كيف يبطل السحر في القبر دون معرفة مكان تواجده أعطى مثال أعطى مثال بأن هناك أنواع من السحر لا يستطيع أن يجدها الإنسان ومن بين تلك الأمثلة أن هناك ساحر قام بسحر شخص ما بعقارب دقها وبحشرات وجاء بتراب من منطقة هنا ومن منطقة هنا ومن منطقة هنا ثم جمع ذلك أو تلك الأنواع التي جمعها من الحشرات أو من الأطربة ثم نفث فيها وفعل فيها السحر ثم صعد في طائرة ولما طارت الطائرة قام ذلك الساحر في الهواء رمى لذلك التراب الذي سحر فيه فتلاشى ذلك التراب على الأرض وذهب في كل جهة هو أعطى هذا المثال ومع أن هذا المثال ليس في محله وليس في مكانه ثم استدل بحديث ذلك الرجل الذي أوصى أبناءه بأنه إذا مات أن يحرقوه ثم يذلوه في اليم فجمعه الله سبحانه وتعالى فقال له ما الذي جعلك وهو أعلم به ما الذي جعلك تفعل هذا فقال له خشيتك يا الله فجمع الله سبحانه وتعالى ذراته هذا معروف الحديث صحيح معروف لكن الأسنة له بباب السحر المدفون المهم قال بأن هذا الشيء الذي رماه الساحر في الهواء وانتشر على الأرض يجمعه الله سبحانه وتعالى ويبطله هكذا قال يعني يمشي بالمقلوب يمشي بالعكس لأنه يجهل طريقة ثك وفسخ السحر المدفون فالسحر المدفون إذا رجعنا فيه إلى الأحديث الصحيحة التي جاءت في صحيح البخاري في روايات جاءت رواية تقول بحرقه ورواية تقول باستخراجه ورواية أخرى تقول برميه برميه أما مسألة الحرق قال الإمام النووي رحمه الله في رواية أفلا أخرجته يعني عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أو أفلا أحرقته قال الإمام النووي كلا الروايتين صحيح كأنها طلبت أن يخرجه ثم يحرقه فهذه رواية من رواية الأحديث وهذا قول الإمام النووي في هاتين الروايتين أفلا أخرجته وفي رواية أفلا أحرقته قال كلا الروايتين صحيح أي بمعنى السحر إذا أخرجناه من المكان الذي دفن فيه نحرقه أو نخرجه ورواية أخرى فيها الدفن عن عائشة رضي الله عنه في سحر النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أفلا استخرجته قال قد عفاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت هذه أيضا رواية أخرى أي بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسحره فدفن فإذا عندنا كم عندنا رواية تقول بأن نخرجه من القبر ورواية تقول نحرقه ورواية تقول ندفنه هذه رواية صحيحة في البخاري وهناك رواية أخرى ذكرها الحافظ في الفتح قال وفي حديث زيد بن أرقم ماذا قال فأخرجوه فرموا به فإذا السحر المدفون أيضا إذا أخرجناه ثم رموا وهكذا وبهذا أفتى الشيخ أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله وأفتى أيضا بحرقه فإذا استخرجنا السحر من القبر سواء رميناه فككناه ثم رميناه فقد فك بإذن الله أو أحرقناه فقد فك أيضا فإذا هذا المثال الذي أعطاه هذا الراقي الذي يدعي العلم ويدعي المعرفة في باب الرقية وهو في الحق لا شي في هذا الباب هذا المثال الذي أعطاه بأن السحر رمى بهذه الأشياء التي سحر فيها ذلك الشخص في الحقيقة هذا السحر أحمق مغفر لأنه فك السحر لما يجمع شي ثم ينفذ فيه ويسحر فيه شخصا ما ثم يرميه هذا ماذا فعل هذا فعل عكس ما أراد بمجرد أنه رمى هذه الأشياء التي سحر فيها فلان وفكها هذا يكون قد أبطل السحر بيديه يعني هذا ساحر أحمق المغفل لأنه يكون قد أبطل السحر بيديه فهذا الراقي ربيع نعيم ضرب بهذا المثل لكي يبين للسائل بأنه قد يبطل سحره بهذه الطريقة أي بمعنى يبطل سحره الله سبحانه وتعالى يجمعه ثم يبطله وفي الحقيقة أن السحر بمجرد أن رمى السحر فقد بطله كيف يجمع ثم يبطل هو بمجرد فعل السحر الذي قام به ثم رمى بسحره وأصبح في كل مكان هنا قد أبطل السحر وفك بمجرد هذا الفعل الذي قام به الساحر فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الرقي ربيع نعيم لا يعرف أصلاً كيف يفك السحر المدفون هذا من جهة وقال في المقطع الثاني هل السحر المدفون يبطل دون استخراجه؟ ثم أعطى بعض الطرق من عنده أن المرأة ترى في المنام بأنه بطلة فيبطل وهذا لا يوجد في الرواية في السحر البخاري لأن الرواية في السحر البخاري تقول أخرجه أحرقه دفنه رماه هذه الرواية التي جاءت في الأحاديث الصحيحة التي تدل على إبطال السحر هو قال ترى في منامها الجن قد أبطله هذا دائماً يرجع إلى اجتهاداته التي تخالف السنة وتخالف الكتاب والسنة في باب الرقية يعني يخالف الرقية الشرعية يأتي برقام عندي ما أنزل الله بها من السلطان ليس لها أي دليل وقال أيضاً بخروج الجن من جسد الإنسان يبطل السحر بخروج الجن من جسد الإنسان يبطل السحر وهذا كلام غير صحيح خروج الجن شيء وبطلان السحر شيء إذا خرج الجن قد يرجع ويدخل من جديد في جسد المسحور لماذا؟ لأن المسحور لم يبطل بعد فخروج الجن لا يدل على أن السحر قد بطل هو العكس إذا أزيل السحر يدل على أن الشيطان أو المس لم يعد له سلطة وتحكم على المسحور فإزالة السحر هي الأساس في العلاج فالراقي الحذق هو الذي يساعد المريض على إزالة السحر فإذا أزيل السحر أزيل أمر المس بإذن الله سبحانه وتعالى أما إذا خرج المس دون أن يزال السحر فقد يأتي مس آخر أو يرجع ذلك المس الذي كان موجود من قبل في المسحور أي بمعنى أن هذا الراقي لا يعرف حتى كيف يزال السحر أو يفك السحر المتفون أو غيره فكيف يعارج المرضى المسكين وما أراهم إلا ضحايا هؤلاء المرضى والله المسكين لأنهم ضحايا عند هذا الإنسان الذي بعيد كل البعد عن الرقية الشرعية بل يتكلم بإجتهاداته وبخزعبلاته وبما يراه بأنها عبارة عن تجارب وعبارة عن علم في باب الرقية وما هي إلا جهالات وخرفات والترهات بعيدة كل البعد عن الرقية الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لذلك أنصح المرضى أن لا يذهب إلى هؤلاء ولا يذهب إلى هذا المعالج لأنه يجهل الكثير والكثير في ميدان الرقية الشرعية وقد تكلمنا ورددنا عليه في عدة مقاطع وسنرد عليه في مقاطع أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته